موسيقى المشاهدون الأفاضل السعد الله وأوقاتكم أينما كنتم بكل خير حيكم وفي مالي من الفضائية الإيرترية وقدموا لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء والمستهل بأبرز العنوين وفد إيرتري على المستوى يسلم رسالة من الرئيس أسفور إلى الملك سلمان من عبد العزيز مستشار الرئيس عقد سمينارا للإيرتريين في الرياض دورة تدريبية في السلامة البحرية زنبابو يتسعى للحصول على دعم من المانحين بعد جفاف وعصار السيسية اجتمعوا مع ترامب في البيت الأبيض الصين والاتحاد الأوروبي تعهدان بفتح الأسواق السلام عليكم ورحمة الله سلم الوفد الإيرتري عالي المستوى الذي يتم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس سيد يماني قبر آب سلم رسالة من الرئيس أسفور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرب الرئيس أسفورق في الرسالة عن شكره للملك سلمان لدعمه القوي لإيرتريا وعملية السلام الإيرتريا لإيفيوبية مقدمان أفكاراً للمساعدة في الدفع بالتعاون القائم في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وأشار الملك سلمان في اللقاء الذي جرى في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الأربعة لعشر من إبريل إلى العلاقات الأخوية الدافئة القائمة بين إيرتريا والمملكة العربية السعودية على أساس المصلحة المشتركة وأكد على استعداد بلاده لتعزيز علاقات الشراكة مع إيرتريا وتحمل مسؤوليتها لضمان وتحقيق السلام والأمن الإقليمي أزاوى حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وسفير المملكة في إيرتريا صقر بن سليمان القرشي ومسؤولين آخرين وقد التقى الوفد الإيرتريا على المستوى الذي يقوم بزيارة عمل تستغرغ أربعة أيام للمملكة العربية السعودية التقى بالمثثمرين السعوديين عقد مستشار رئيس سيد يمان قبراءب سمينارا للإيرتريين المقيمين في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء التاسع من إبريل بإشأن أوضاع البلاد والتطورات الإقليمية وأقل سيد يمان في سمينار إن الشعب الإيرتري الذي هزم المستعمرين وداعميهم وانتزع استقلاله عام 1991 واجه عام 1998 غزوا عسكريا سافرا استهدف سيادته ومؤامرات اقتصادية وتهجير لشبابه لكنه تصدى وهزم كافة العدائيات والمؤامرات بوعي وتصد قوي ومثابرة وخرج منتصرا عام 2018 وأوضح بأن العداء ورقم هزمتهم وضعفهم لن يتوقف عن مؤامراتهم وعدائياتهم الضعيفة وإن المؤامرات الجارية لتعكير مرحلة السلام الجديد الإيرتريا الإثيوبية خير مثال ومما لا شك فيه لأننا سنتصدى لها ونهزمها بتمتين وحدتنا والعمل المثابر ودون الدخول في المهاترات الإعلامية وأضف سيد يمان إن الاتفاق المبرم بين إيرتريا وإثيوبية يهدف الاحترام سيادة البلدين والدفع بالعلاقات والتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وضمان الأمن الإقليمي وتنفيذ قرار مفوضية الحدود النهائي والملزم مؤكدا بأن الحكومة الإيرتريا تعمل بجدة لإحلال السلام والاستقرار المستدام وأذكر بأن الدولة لا يمكنها أن تكون قوية وتؤمن سيادتها دون اقتصاد قوي لذلك أطلقت الحكومة الإيرتريا مشاريع كبيرة في البنى التحتية وتنمية القدرات البشرية بوضع الأولوية لتقوية الاقتصاد الذي أضعفته العدائيات والمؤامرات القوية ورفع إنتاجية المواطنين في الختام أجاب السيد يماني قبرأب على أسئلة واستفسارات الحضور نظمت القوات البحرية دورة تدريبية لواحد وثلاثين من أعضائها في السلامة البحرية واجتملت الدورة على أساليب السلامة الفردية والسيطرة على الحرائق والإسعافات الأولية والمسؤولية الاجتماعية وأذكر بأن الدورة التدريبية نظمت للإفاء بالإجراءات المطلوبة للمنظمة البحرية الدولية بأطبار إرتري عضوا في المنظمة وهي مواصلة للدورة التدريبية المنظمة عام 2010 في مانيلا الفلبينية وتقديم شهادات تستوفي لإجراءات الدولية المطلوبة لوسائل الحراسة في السفن إلى جانب ذلك أنهى 16 من المشاركين في الدورة تدريبا في قيادة السفن حققت أنشطة التوعية التي قام بها الشباب في مدرية هابرو لرفع المشاركة في التعليم حققت نتائج مرضية جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدها في يومية الخامس والسادس من إبريل الجاري في بلدة عريتائي وأوضح التقرير المقدم في الاجتماع أن الجهود المبزولة لرفع المشاركة في التعليم بنسبة 10% في السنوات العشر الماضية جاءت بنتائج جيدة لإرسال الأطفال من عمر الخامسة وحتى تاسعة للمدرسة في ضاحية عريتائي وأشار الاجتماع إلى قيام الشباب ببناء وصيانة منازل أسر الشهداء ومساعدة المحتاجين في الزراعة وتقطية منصرفات الدراسة لـ 48 من أبناء الشهداء وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسب السيد أزازي برخة آبا في الاجتماع إلى المشاركة الوعية للشباب أساس النجاح موضحا بأن الارتياح المعيار الأكبر للمساهمة في المجتمع وانتخب الاجتماع هيئة إدارية للفرع لمدة عامين ودعى مدير مدرية هابروس سيد فوتوي جبر مسقل دعى الشباب لتقوية التأطير والتنظيم والدفع بمساهماتهم قام مكتب وزارة العمل والرعال الاجتماعية في مدرية جندع بتأهيل ستة أسرة ترعى المعاقين الزهنيا بفتح متاجر لها ووضح مسؤول المكتب السيد جابر إدريس إن برنامج التأهيل الذي كلف 140 ألف نقف يأتي مواصلة للمساعدات المقدمة للمحتاجين وأكدت الأسر المدعومة على العمل لتحسين حياتها المعيشية استفادة من الدعم المقدم لقي شخص واحد مصرعه في انهيار جزئي في الساعة الثامنة من صباح اليوم العشر من إبريل في مسجد كرن المعروف في المسجد العتيق المشيد عام 1896 وقد وقع الحادث للمسجد الواقع وسط مدينة كرن أثناء إجراء تأصيان له ووفاة أحد البنائين وإصابة خمس آخرين بجروح وفاد الدكتور عبدوم تسفع النس من مستشفى كرن بإرسال ثلاثة من المصابين إلى أسمر لتلقي العلاج نتوقف سادثي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار ناشدت زينبابوي أمس ثلاثاء المانحين المحليين والأجانب لتقديم مساعدات قيمتها 613 مليون دولار لتقوية الواردات الغزاء أو لتقطية الواردات الغزائية والمساعدة في مواجهة أزمة إنسانية بعد تعرض البلاد لجفاف شديد واشتياح عصار لشرقي البلاد وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن جفافا نتج عن ظاهرة للدينه أدى إلى القضايا على المحاصيل الزراعية في زينبابوي وجعل نحو ثلثة سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غزائية وتفاقم الوضع عندما اشتاح الإعصار إداي زينبابوي وموزنبيق وملاوي الشهر الماضي كما جعل مئات الألاف في حاجة إلى الغزاء والماء والمأوى وظهرت وثيقة أن الحكومة تسعى للحصول على مساعدات يبلغ حجمها نحو 300 مليون دولار لشراء مواد غزائية في حين سيخصص الباقي لتمويل إقامة ملاجئ طارئة واحتياجات لوجستية من بين أمور أخرى ولقي مئات الأشخاص حدفهم في موزنبيق وملاوي ووصل الآن عدد القتلى في زينبابوي إلى 344 شخصا أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الأمريكية المصرية تمر بأفضل حالاتها ورأى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل عظيم وذلك خلال استقباله الأخير في البيت الأبيض وقال ترامب أن العلاقات بين مصر وأمريكا تمر بأفضل حالاتها وشار إلى أنه ناقش مع السيسي عدة قضايا تتعلق بالشؤون العسكري والتجارية وأثناء على العمل الكبير للدولتين في مجال مكافحة الإرهاب يناقش مع ترامب سبل إحداث نقل نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة كما اعتبر السيسي أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها منذ سنوات ماضية طويلة جدا معربا عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على ذلك هذا هو بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن تطورات القضية الفلسطينية مع جاريت كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره وزير الخارجية مايك بومبيو سادت حالتنا من الحزن والأسى بين المواطنين في البرازيل وخاصة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التي غطت مناطق واسعة من المدينة وسط توقعات بسقوط عشرات القتلى والمصابين وعلنت السلطات مصر عشرة أشخاص وذكرت شبكة أمريكية أن صفارات الإنزار انطلقت في إحدى وعشرين منطقة واقع في نطاق خطر الفيضانات بالمدينة لإختار المواطنين بالتوجه إلى أماكن آمنة معدسة لفا فيما أغلقت المدارس وغمرت مياه الفيضان عددا من الشوارع واختلعت الأشجار من جانبه قال عمدة المدينة مارسيلو كريفيل إن المدينة تمر من مرحلة متأزمة مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم في حال أمكنهم ذلك وصيبت الشوارع بحالة من الشلل نتيجة تراكم المياه بصورة كبيرة بينما تسعى السلطات إلى تسيير الشوارع ونقل المصابين جراء الأمطار الغزيرة إلى المستشفيات انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضاراتكم من الفضائية الإيرترية شكرا لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة